شارك سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرية الرئيس اتحاد الغرف العربية في الاجتماعات التنسيقية التحضيرية للغرفة العربية السويسرية والتي عقدت يوم أمس بالعاصمة السويسرية جنيف على هامش عقاد اجتماع الجمعية العامة للغرف العربية السويسرية للتجارة والصناعة وشدد خلالها ناس على أهمية إقامة شراكات استثمارية متطورة مع الجانب السويسري بما يخدم المصالح الاقتصادية العربية ويرفع من حجم تبادلاتها التجارية وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى حرص حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي معزز للمكانة العربية الدولية والإقليمية وأضاف ناس أن الانفتاح الاقتصادي العربي المتوازن مع الكيانات الاقتصادية العالمية في ظل الطفرة الإنتاجية والتنموية التي تشدها الموارد العربية ضرورة للتغلب على التحديات والانعكاسات التي سببتها التدعيات والأحداث العالمية الراهنة ولفت ناس إلى أن الإصراحات الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية المستقبلية التي تتبنىها الحكومات العربية لتعزيز مستويات المرونة الاقتصادية تسهم في خلق شراكات عالمية حقيقية وتفتح المجال للأسواق العربية أمام الاستثمارات العالمية بما يحقق الأهداف التنموية الشاملة ترجمة نانسي قنقر